لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من عقيدتنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتكلمنا قبل ذلك عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى كيف تناول كتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان وما هي أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى هناك موضوع جديد نتكلم عنه وهو صفات الله سبحانه وتعالى ما هي صفات الله؟ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بل وصف نفسه بما جاء في الكتب فالله سبحانه وتعالى هو العليم وهو القادر وهو على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى له أفعال بل إن الإنسان وهذا الكون هو أثر لصفات الله سبحانه وتعالى لذلك يفيد كتاب الله سبحانه وتعالى بالكلام عن الصفات الإلهية يتكلم عن خلق الله ويتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن علم الله ويتكلم أن الله هو الذي يحيي ويميت وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وبيده كل شيء كلام الله سبحانه وتعالى عن نفسه من خلال القرآن عندما نريد أن نصف الله سبحانه وتعالى كيف نصفه؟ هو وصف نفسه فلذلك نتكلم عن الله كما وصف نفسه هناك قاعدة عامة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة تقوم على أساسهم الأول إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى والثاني نفيه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى فصفات الله هي كمالات وتنزيه الله أي تنزيه الإله عن أي صفة من صفات المخلوقين تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص هذا إله رب العالمين فلذلك له الصفات سبحانه وتعالى التي فيها كمال وفيها جمال وفيها جلال في آية واحدة يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه القاعدة عندما يقول ليس كمثله شيء ثم يقول وهو السميع البصير ويقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذه الآيات وبعنا أمام هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من المخلوقات وله صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يعني عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا يشبه المخلوقات وأنه إله وأنه خالق وننزهه عن كل نقص ثم بعد ذلك ننفي صفة من صفاته فهو سميع وهو بصير ولكن ليس سمعه كسمع المخلوقات وليس في ذلك أي نقص بالخالق سبحانه وتعالى بل هو على كل شيء قدير بل لا يضل ربنا ولا ينسى بل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه القاعدة هي الأساس فالعلماء الذين تكلموا عن صفات الله سبحانه وتعالى وأفردوا الكتب الكثيرة في الكلام عن صفات الإله تكلموا عن جانبين جانب الإثبات وجانب النفي جانب إثبات أن الله سبحانه وتعالى له صفات وجانب أن الله سبحانه وتعالى يتنزه فننفي عنه الصفات التي لا تليق بعبوبيته كما نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه فالله سبحانه وتعالى كما قال لا يضل ربي ولا ينسى فالإله لا ينسى ولا يضل والإله كذلك سبحانه وتعالى ليس له سمي وليس له مثيل هل تعلم له سمية؟ هل هناك شبيه لله سبحانه وتعالى؟ هل هناك ند؟ هل هناك نظير للخالق سبحانه وتعالى الجواب ليس لله سبحانه وتعالى شبيه أو نظير ليس لله سبحانه وتعالى مثيل ليس لله سبحانه وتعالى شريك في الخلق وفي الوجود وفي العطاء وفي الرزق وإنما الله سبحانه وتعالى له الوحدانية الكاملة في الخلق وفي التكوين وفي الإيجاد لم يلد ولم يولد فالله سبحانه وتعالى أحد والله سبحانه وتعالى صمد كذلك لم يلد هذا نقص ولم يولد سبحانه وتعالى ليس هناك من أوجده لأنه خالق فهذه صفة الله سبحانه وتعالى صفات الله هي كمالات لذلك لا تنتهي فهو الذي وصف نفسه ولا نستطيع أن نحصر صفات الله لأنه أعلم بذاته سبحانه وتعالى كل ما هو كمال فهو لله وكل ما هو نقص فالله سبحانه وتعالى يتنزه عنه فلو أوعدنا أن نعود صفات الله سبحانه وتعالى لا نستطيع العلماء تكلموا عن بعض هذه الصفات وعندما حصروا الصفات قالوا كمالات الله لا تنتهي وهذه الصفات دل عليها الدليل وجاءت في كتاب الله أو جاءت عن نبينا محمد عليه الصلاة ولكن لا يمكن أن تحصر لأن كمالات الله سبحانه وتعالى لا تحصر فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فكمال الله سبحانه وتعالى كمال مطلق في ذاته في صفاته في أفعاله فكل فعل لله سبحانه وتعالى ليس كفعل المخلوقات وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقات وإن تشابهت بالإسم فعندما يكلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن العلم وعن الحكمة وأنه غفور وأنه رحيم لا يعني ذلك أن المخلوق الذي اتصف بهذه الصفات له صفة من صفات الإله ليس بينهما إلا الإسم فالله له الكمال المطلق والله سبحانه وتعالى هو الغفور لذلك نجد كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الله يستعمل لفظ فيه مبالغة عندما يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى في أكثر من مكان يستعمل ألفاظ التفضيل وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى وهو أحسن الخالقين وهو خير الرازقين ليدلنا أن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين صفات المخلوقين فيها نقص فيها عجز علم الإنسان علم محدود علم الإنسان اكتسبه أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم كامل علم بكل شيء علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو الذي خلق وهو الذي يعلم المخلوقات قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحد قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة قدرة الله ليس فيها عجز وليس فيها نقص لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بعضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أي مهما وصفت هذا الإله لا يمكن هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام عن صفات الله كيف نثني على الله لا نحصي ثناء لا نستطيع أن نحصي أو أن نحصر الثناء على الله سبحانه وتعالى أنت كما أثنيت على نفسك فالله سبحانه وتعالى هو الذي أثنى على نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى فمهما اجتهد الإنسان ومهما تكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى فلن يبلغ كمال هذه الصفات ولن يستطيع أن يحصرها أو أن يعدها وإنما يتكلم عن بعض كمالات الله سبحانه وتعالى نتكلم عن بعض صفات الله من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحق فتعالى الله الملك الحق فذلكم الله عبكم الحق فالله سبحانه وتعالى هو الحق الحق في ذاته الحق في صفاته الحق في كماله الحق في الشرع الذي أنزله على الأنبياء الحق فيما بعث به الأنبياء فالله سبحانه وتعالى هو الحق الله سبحانه وتعالى وجوده حق ليس كوجود المخلوقات لذلك عندما نتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى نقول ليس كوجود المخلوقين الإنسان موجود وجود الله لا يحتاج لبداية وجود الله ذاته الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه فوجوده سبحانه وتعالى حق ليس له بداية وليس له نهاية أما وجود الإنسان يبدأ ببداية لم يكن موجودا ثم وجد تكون له نهاية ووجود الإنسان في هذه الدنيا بحالة عجز وتقصير وضعف ونقص لأن هذا وجود نسميه وجود تبعي وجود ليس من ذاته هناك من أوجده هناك من يمده بالحياة هناك من يرزقه هناك من يعطيه أما وجود الخالق سبحانه وتعالى وجود ذاته وجود الله سبحانه وتعالى وجود كامل ليس له بداية وليس له نهاية النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لنا كيف يدخل الشيطان إلى الإنسان فيسأله فيقول له من خلق السماء فيقول الله من خلق الأرض فيقول الله من خلق الكواكب من خلق النجوم من خلق الأشجاع ثم بعد ذلك يقول من خلق الله هذا المدخل الشيطان يأتي للإنسان من باب الخلق من خلق كذا من خلق كذا ثم يقول من خلق الله هذا السؤال لا يسأل لا يقال من خلق الله لأنه خالق فهناك خلق وهناك مخلوق فالمخلوقات كل هذه المخلوقات نقول من أوجدها هذا قانون السببية السببية تتكلم عن المخلوقات تتكلم عن السماء وعن الأرض وعن الموجودات الأرضية والسماوية تتكلم عن الذكر تتكلم عن الأنثى فنقول فلان ابن من فلان من أوجده وإذا تكلمنا عن المخلوقات عن المزارع إذا تكلمنا عن المصانع إذا تكلمنا عن أي شيء فنقول من أوجده كيف وجد إذا وجدنا أي شيء موجود في مكان نقول من الذي وضعه هنا هذا الكلام هذا السؤال خاص بالمخلوقات أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا يسأل من خلق الله ولكن نقول ماذا خلق الله خلق الإنسان في أحسن تقويم خلق السماوات والأرض خلق الليل والنار خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل ذلك من خلق الله لذلك نقول الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهذا السؤال وهذا المدخل من الشيطان عندما يستجعر الإنسان شيئا فشيئا يسأله عن المخلوقات ثم سؤال عن الخالق سبحانه وتعالى هذه شبهة لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال فمن وجد ذلك فليستعذ بالله إذا بدأ يسأل نفسه كبشر في حال الضعف يجلس يقول من خلق من أوجد فيجد نفسه أمام سؤال من خلق الله فليستعذ بالله لأن الإله سبحانه وتعالى هو خالق لأن الإله تجلى لأن الإله عظيم لأن الإله هو الذي يوجد ولا يوجد لأن الإله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد من صفات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله كلام عن قدرة الله الخلق وجد بقدرة من الله سبحانه وتعالى وبإرادة من الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا وصف لربنا سبحانه وتعالى فليس هناك ضعف الإنسان نقول عنده قدرة لكن ماذا؟ ما هذه القدرة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى؟ قدرة ناقصة يعجز الإنسان أن يحمل حملاً ثقيلة يعجز الإنسان أن يفعل أشياء يعجز الإنسان أن يتدخل في خلق الله سبحانه وتعالى بالإيجاد أو بالإمداد يعجز الإنسان عن إيجاد أشياء؟ هذا عجز هذا تقصير أما الله سبحانه وتعالى له القدرة قدرته مطلقة سبحانه وتعالى وكذلك علمه وكذلك إرادته فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نستخير ننظر إلى صفات الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وإنك تقدر ولا أقدر فإذن الإنسان لما يسأل الله سبحانه وتعالى أسألك بعلمك في أمور لا يطلع عليها الإنسان فلذلك يسأل الله سبحانه وتعالى من صفاته اللهم إني أستخيرك بعلمك أنت تعلم وأستقدرك بقدرتك لأن لك القدرة التامة والكاملة فأسألك بقدرتك يا الله وأنت علام الغيوب فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم ما كان سبحانه وتعالى وما يكون وما سيكون وهذا من كمال الألوهية فعندما نتكلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون هذا كمال الألوهية والربوبية الإنسان بضعفه لا يستطيع أن يتنبأ بما سيكون من حاله بعد سنة بعد سنتين بعد وفاته لا يستطيع أن يفعل ذلك فالله سبحانه وتعالى وهذا من صفات العبوبية من صفات الألوهية أنه علام الغيوب الغيوب الذي غاب عنا الشيء الذي لم يوجد بعد فالله سبحانه وتعالى عليم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما عادوا من غزاء كانوا يعددون التكبير ويعفعون أصواتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نباهم وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا وفي رواية سميعا بصيرة فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عادوا فرحين من غزاء فبدأ يرفعون أصواتهم كلما وصلوا إلى تلة إلى مكان منخفض إلى مكان مرتفع يرفعون أصواتهم بالتكبير فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اربعوا على أنفسكم أنتم تقولون الله أكبر تخاطبون الإله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة لأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامكم ويسمع نداءكم سبحانه وتعالى فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى أنه الأول والآخر اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء الله سبحانه وتعالى ليست له بداية وليست له نهاية المخلوقات في ضمن هذا الحيز حيز بداية ونهاية يوجد هذا الإنسان بعد أن لم يكن موجودا ثم بعد ذلك يموت هذا الإنسان إذن كانت له بداية وكانت له نهاية هذه حياة الإنسان وجود الإنسان ضمن هذه المرحلة قد يعيش مئة سنة تسعين سنة خمسين سنة أو أقل من ذلك هذه حياة الإنسان قبل لم يكن موجودا بعد لا وجود له حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى بقدرته فإذن هذه حياة الإنسان أما حياة الله سبحانه وتعالى أما وجود الله سبحانه وتعالى قبل لأنه هو الذي أوجد فبعد أن تفنى الخلائق لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هذا النداء يناد به الإنسان بعد أن لا يبقى شيء من المخلوقات لمن الملك اليوم الملك لله وهذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى فكتاب الله سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات الله وعن أفعاله فهو الذي كلمنا عن خلق الله للأشياء وهو الذي كلمنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي كلمنا أنه على كل شيء قدير وهو الذي كلمنا سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو الذي كلمنا الرحمن على العرش استوى وهو الذي كلمنا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هكذا يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه هكذا يصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الموقنين الممتثلين لأمره سبحانه وتعالى نسأله أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر